الناحة الثانية كرات السبت فاروق سواء للأهل او الزمالك طب انا اقول لك حاجة انا اقول لك ازاي الاهل ايه في المساحات وازاي الزمالك هيطلع على البورد وانا استعرض الكرات السبت خلينا اهو شاكر كويس عمل الراسة احنا بنتكلم هنا الزمالك اهو بخطته المعتادة احنا بنقول بدلوقتي بقى بيلعب بخمسة ثلاثة اتنين كان الاول طبعا انا ان كنت بفكر شوان هل شيكبالا يبقى موجود وتتحول الخطة لثلاثة اربعة ثلاثة ولا لا بس انا يعني تحفز فريرا بيقول ان هو لا هيلعب زي ما هو خمسة ثلاثة اتنين ازاي بيفتح مساحات اللي تحتة لتكلم فيها الجمال هنا لو زيزو موجود هنا والكورة عند فتوح زيزو هنا بيبقى معايا دايما احنا بنقول دايما ان ازهرة النادي الاهلي هي ازهرة معروفة هجومية فالمساحة دي دايما هتبقى موجود بالزبط فزيزو هنا عشان يفتح هو هنا مهاجمين النادي الزمالك دايما مش مهاجمين مش مطالب منهم ان هم ياخدوا الكورة من العمق ويروحوا هم ادوارهم حاجة تانية خالص هم ادوارهم فتح مساحات للعبط الوسط وامام عشور هو لعب زاكي جدا في التحرك في المساحة عكس زكريا الوردي اللي لسه ما اتطبعش على افكار فريرة ودايما عنده مشكلة في التحركات الهجومية والدفاعية وتاه شوية في المركز ده لانه في الرجاء كان معتاد ان هو يلعب قدام خط الدفاع فاحنا هنا بنتكلم ان زيزو تلقائيا زي الكورة الهدف في مرمس راميكا تلقائيا بيروح الجابهة اللي هناك وطبعا المدافع اللي ماسك مان لزيزو هيفتح معاه المساحة وبالتبعية هيتحرك امام عشور في المساحة اللي هتبقى موجودة هنا عشان يستقبل اول ما فاتوح بيستلم الكورة امام بيتحرك دايركت على طول عشان عارف ان هو يستقبل كورة طولية هنا ما بين الاثنين مدافعين حاجة تانية برضو كانت موجودة في مباراة فريرة ضد سوارش كان افكار فريرة دايما ان علي معلول هنا متقدم فانا هحط الجزيرة وهو معروف بسرعته ودايما اول ما الكورة تبقى مع المدافعين هم بيبصوا على الجزيرة لان الجزيرة دايما بيتحرك في الحتة دي والحتة دي بيستقبل فيها الكورة الطولية دايما معا قلب دفاع واحد وبيواجه قلب الدفاع ده واحد على واحد ودايما لما تقابل قلب دفاع واحد على واحد لان علي معلول دايما بتبقى فيه مساحة هنا ما بينه وما بين قلب الدفاع ودي عشان الاهلي يسد المساحة دي لازم تواجد حمد فتح وعمر السلية مع بعض في وسط الملعب ما ينفعش ان انا ادي ادوار هجومية كبيرة لعمر السلية لان هيبقى مطلوب من حمد فتحي ان هو يقرب هنا ويقفل المساحة ما بين قلب الدفاع وعلي معلول فدي نقطة ضعف وبرضو عايزين نتكلم معنا شوية حالات على النادي الاهلي فقدر الكورة هيخلي نقطة ضعف دي تظهر وهيخلي الزمانك ممكن تبقى مساحات دي موجودة بشكل مباشر فخلينا نشوف فقدان الكورة في ماتش اسوان تعالوا نشوف الحالات يلا بي يلا تعالوا نشغل حالات اللي بيول عليها فاروق فقدان الكورة في ماتش اسوان كان كتير جدا ومبالغ فيه في مباراة اسوان ومعنا الحالات دي فقدان الكورة سهل جدا ما ينفعش يطلع من العيبة محترفة زي النادي الاهلي ممكن ضد اسوان ما تتعاقبش لكن ضد الزمالك العقاب هيبقى فاوي خصوصا ان هو عنده العيبة سريعة زي الجزيري وزيزو وامام عشور في المرتدات فخلينا نشوف حالات فاروق جاهز يا جماعة تعالوا نعرض يلا فقدان الكورة نعرض حالات فاروق نتكلم عنها تفصيلا بالضبط خلينا نشوف بقى التمريرات نرجع تاني نرجع لا واحدة واحدة نرجع واحدة نرجع هنا تمريرة سهلة جدا تمريرة سهلة جدا النادي الاهلي ميس باس غريب بيروح بهجمة عكسية يلا كمل 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 هنا ميس باس راح بهجمة طبعا الاهلي معروف بالضغط العالي نشوف علي معلول فين نشوف علي معلول متقدم ازاي فالمساحات اللي هتبقى موجودة من الميس باس دي مساحات دايما فيها خطورة كمل كمل لاطة كمل لاطة اللي بعدها هنا طبعا لعبة اسوان لها احترامها وكل حاجة لكن مكررات مختلفة طبعا تعالي بعد الزمال خلينا نعرض لبعدها بصورة عشان الوقت بيروح مننا هنا برضو ميس باس نلاقي دايما الميس باسات هنا باس وأمامي بدون اي وعي تردد الكورة اللي تكلم عليها اللي تكلم عليها جمال ورحة الكورة ارجع هتاني للاطة الاخيرة ارجع لطة الاخيرة دي كمل 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 نعرضها هتروح الكورة شبه انفراض بسبب ميس باس فالميس باس دا لو تواجد في مباراة السوبر كمل كمل اللطة هتلاقي برضو الباسات متهورة هنا بتضغط عليه أسرع بالزبط بتضغط عليه بترد الكرة لو في أكتر من لعب ممكن تبني عليه هجمة مرتدة بشكل سريع وهتلاقي مساحات موجودة الناحية التانية بشكل مبالغ فيفا الكرة لو تعملت لونج باس بالزبط هيبقى فيه خطورة كبيرة جدا على النادي لالي نكمل لقطات وأغلبها مش بباسات سهلة في لعطة باقي تيجي دلوقتي يلا مش بباسة غريب جدا داعت اللي بعدها كمل كمل اللقطات كلها كلها متكررة هنا برضو باسة غريبة يعني غير مبررة بصراحة عرضية غير مبررة لمين أنا مش عارف ففيه دايما كده باس باسات غريبة النادي لالي لازم فيها تركيز فيه كرة بقية هتبقى موجودة في الكمل كمل اللقطة دي اللقطة اللي بعدها كمان هنا برضو أليو ديانج أنا مش عارف بيلعب لمن كل دا في أول 50 دقيقة أو 50 ثانية في أول دقيقة بالزبط النادي لالي مش مركز هنا السنتارة بتاعت ماتش أسواق بص أنلاق أفشا عمل باس غريب جدا جدا كمل وعنده حلول كتير جدا كمل عنده حلول كتير جدا في الدفاع قدابه بيعمل ميس باس غريب جدا غريب جدا يعني غريب جدا فيه يعني ما ينفعش يخرج من لعبة النادي لالي فدي دي دي الحتة بتاعت الفقدان الكرة في النادي لالي